اشتركوا في القناة الجديد يعد إنجازا نحو المحافظة على البيئة وتنميتها واستدامتها والتي تجزد الرؤى السديدة والثاقبة لجلالة الملك المفدى بمتابعة واهتمام بالغ من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس روزراء بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030 والجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في المجال البيئي والتي تعتبر نقطة تحول تقود مملكة البحرين نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم والنهوض بالعمل البيئي ومواجهة التحديات البيئية بكافة أنواعها مجددا سمو ووفاء المجلس الأعلى للبيئة والتزامه بتكريس جهوده في تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز جهود المملكة البيئية والمناخية محليا وإقليميا ودوليا أشاد سموه بجهود الحكومة الموقرة والمجلس التشريعي والتي أسهمت في إقرار قانون البيئة الجديد الرامي لوضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة البرية والبحرية والجوية ينسجم مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة أن صدور القانون البيئي الجديد هو إيذان بالبدء في مرحلة عمل جديدة تتكاتف فيها جميع مكونات المجتمع البحرينين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مملكة البحرين منوها سموه إلى حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطبيق مضامين القانون البيئي الجديد بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البيئي أوضح سموه أن قانون البيئة يهدف إلى حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تجتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي والإضرار بالتنوع البيولوجي كما يهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها